اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تتبعها الرادفا قلوب يومئذ واجفا أبصارها خاشعا يقولون إنا لمردودون في الحافرا أئذا كنا عظاما نقرا قالوا تلك إذا كرة خاسرا فإنما هي سجرة واحدا فإذا هم بالساهرا هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى أن تسكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش لينها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكر رضا إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يحشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر